تحت مجهر معرفة ما ستقول إليه أوراق الانتخابات المبكرة التي دع لها منهج الحكومة الوزري تحديداً انتخابات مجالس المحافظات تتحرك الأنظار السياسية إلى ما يدور من حراك النبش في ملف مجالس المحافظات التي وبحسب السياسيين فإنها ورقة الحكومة التي تحاول من خلالها تحقيق وعودها بما يلمسه المواطنون الاتفاق الحكومي البرلماني على ضرورة تنفيذ انتخابات مجالس المحافظات في العام المقبل والتهيئة لها أثار ردود أفعال متضاربة من كينات سياسية مختلفة سيما بعد أن جاء الحديث عنها مكملاً لعاصفة التغييرات الإدارية في مؤسسات الدولة فمن ناحية العرف السياسي بتعيين المحافظين خرج صوت مؤكد لتعينات تمت عبر المحاصصة دون تطبيق استراتيجية حكومية واضحة وهو ما تراه جهات بما يشبه عملية ضبط ورقة المحافظين من خلال الابتعاد عن أية ملامح حزبية أو مصالح تتحكم بعمل مجالس المحافظات ناشطون اعتبروا أن بعض مجالس المحافظات تحولت إلى غرف مغلقة لتقاسم الأموال فيما بين أحزابهم ما يرفع حجم المهمة الصعبة على عاتق الحكومة سيما بعد تعهدها بتعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البرنامج الحكومي وتأكيدها على محاربة الفساد في مدة أقصاها تسعين يوما لكن يبقى المواطن هو الحكم النهائي لما سيلمسه من تحقيق للوعود في محافظة ده معد ذلك فهي تلمح بحسب محللين إلى تغييرات في الشكل قد لا تتيح للحكومة تغيير مضمونها سيما هيمنة المصالح والنفوذ